مرحبا يسعد أوقاتكم معكم الدكتورة غفران من مجموعة الواطنة الدولية بدبلوم التخصصات الطبية مادة Anatomy and Physiology علم التشريح وعلم الوظائف المحاضرة رقم 2 اليوم رح نحكي نحنا عن The Cell الخلية بالمحاضرة السابقة طرقنا لعلم التشريح بشكل عام وقلنا الاناتومي بيهتم بدراسة Structure أما الفيزيولوجي بيهتم بدراسة Function وهي هاي المعلومات الأساسية اللي رح نبني عليها باقي المحاضرات بداية الخلية هي الوحدة الأساسية لعمل الجسم ولما أحكي عن الخلية فنحنا نحكي عن الأساس اللي عم يبنيه الكائن الحي وقلنا نحنا تجمل الخلايا مع بعض البعض رح يعطينا النسيج التجمل الأنسيجة مع بعضها وبالتواصل الموجود بيناتها رح يعطينا العضو وتجمل أعضاء مع بعض البعض رح يعطينا الجهاز وتجمل أجهزة رح يعطينا الكائن الحي بشكل كامل اليوم رح نحكي عن الخلية تركيبة الخلية وشو المحتويات الخلية إضافة لدور ووظيفة كل جزء موجود بالخلية ودائما نحنا عم نذكر عملية التواصل الكمنيكيشن بين الخلايا كمان نحنا حنعرف اليوم بالمحاضرة كيف عم يتم التواصل بين الخلايا شو الآلية التواصل بين الخلايا فبداية cell components مكونات الخلية مكونات الخلية عديدة ونحنا حندكر الأساسيات فقط اللي بتهمنا بدراستنا بما أنه نحنا عم نحكي عن cell components معناتها هي من أحد بناء الخلية وفهذا الحكيه كله من وجهة نظر تشريحية بالصورة الموجودة عنا حاليا في عنا عدة مكونات رح نذكر مثلا أول شي عنا غشاء الخلية هو هذا الغشاء المحيط بالخلية من جميع الأطراف في عنا مركبات مختلفة الشكل بوسط الخلية منلاحظ وكلها تسبح بسائل معين رح نلاحظ أنه هذا السائل رح نسميه السايتوزول أو السائل السايتو بلازمي وهي المركبات هاي كل مركب إلى وظيفة معينة منلاحظ هذا الشكل يتشابه مع هذا الشكل لأنه هنه النفس المركب ونفس الوظيفة هن يهي الاندو بلاسميك ريتيكيولوم الاندو بلاسميك ريتيكيولوم هي الشبكة السيتو بلازمية ورح نعرف بعدين أنه هي وظيفة الأساسية إنتاج البروتين عن طريق الريبوزوم الريبوزوم ممكن يتواجد هون بشكل حر مثل ما نحن شايفينه النقاط صغيرة حرة بالسائل أو ممكن نلاحظ أنه وجوده هون بالداخل بالشبكة السيتو بلازمية كعن الميتوكونديريا كمان هي أساسية بالخلية من أحد مكونات الأساسية للخلية وعند القدرة إنتاج الـ ATP الطاقة اللي رح تكون الوقود الأساسي لعمل الخلية فمذكور هون المكون الأساسي أو المكونات الأساسية المكونات الأساسية للخلية اللي نحن شايفينه هون بالصورة بداية أول شيء غشاء الخلية كعن غشاء خلية محيط بالخلية بشكل كامل رح نلاحظ لاحقا أنه وظيفته الأساسية وهو حماية الخلية أو الوسط الخارجي أي مركب خارج الخلية ما بيدخل لداخل الخلية إلا عن طريق العبور غشاء الخلية هو بيحمل الخلية وبيمنع من امتزاج أي سائل داخل الخلية عن سوائل موجودة خارج الخلية المكون الثاني هو النيكيولوس النيكيولوس هي النواة باللاحظ النواة هي مركز الخلية الخلية وهي العصبون أو المحرك الأساسي للخلية مثل كيف عنا الدماغ هو مركز العصبي الأساسي للإنسان فالنواة هي المركز العصبي للخلية والأساس لعمل الخلية فعننا السل ممبرين النيكيولوس المكون الثالث هو السايتوبلازم السايتوبلازم هو عبارة عن هذا الجزء الموجود بين النواة وغشاء الخلية طيب هذا الجزء بيتألف من عدة مكونات مثل ما حقينه السائل ما بيتألف من مكون واحد لهيك هنا أسموا ضمنها تصنيفين السايتوزول هو السائل السيتوبلازم الموجود بين هاي الأجسام الصلبة والأجسام الصلبة المختلفة اسمه أورغانيلز عضيات نحنا ذكرنا أنه أورغان عضو أورغانيلز هي تصغير لكلمة عضو فمنطلق عليه اسم عضيات فبالسائل الماضي ذكرنا نحنا مكونات الأساسية للخلية ما اطرقنا لوظيفة هذه المكونات رح نبدأ أول شي بيذكر وظيفة الغشاء الخلية فلا بشكل عام نحنا ذكرنا هاي الخلية هي خلية حيوانية لنتيجة اختلافها عن الخلية النباتية فبتم دراسة الخلية الحيوانية بشكل منفصل عن دراسة الخلية النباتية ونحنا بجسم الكائن الحي فيه تقريبا 210 أنواع من الخلايا في عنا خلايا عصبية، خلايا عضلية، خلايا مخاطية، خلايا مناعية، خلايا دموية هناك العديد من الأنواع الخلايا بس نحنا عم ناخد الفكرة الأساسية أو المكونات الأساسية الموجودة بكل خلية فكل خلية تحتاج لميتوكونديريا لإنتاج الطاقة، كل خلية تحتاج لريبوزوم لإنتاج البروتين، كل خلية بداخلها نواع للتحكم بكل وظائف الخلية الموجودة، وغشاء الخلية أيضا موجود في كل خلية لحمايتها من الوسط الخارجي فبداية رح نحكي عن وظائف غشاء الخلية What does the cell membrane do? شو الوظيفة اللي بيقوم فيها غشاء الخلية؟ كلنا نعرف إنه وقت يصير، وقت يكون في عنا غلاف محيط بشيء، هذا الشيء رح يحمي الشيء الموجود تحت الغشاء فالوظيفة الأساسية اللي ممكن تخطر ببالنا وقت نعرف إنه في عنا غشاء محيط بالخلية، فهذا الشيء معناتها غالبا وظيفته الأساسية هو حماية الخلية، مثل كيف البيضة بحيط فيها قشرة تحمي البيضة من الوسط الخارجي وبتعطيها القوة والصلابة، كمان هون عنا نفس الشيء أول وظيفة بالنسبة للإنشاء الخلية هي create separation between ECF and ICF بالنسبة للECF هي اختصار لكلمة extra cellular fluid، يعني السائل خارج الخلوي أما ICF فهي اختصار لكلمة intra cellular fluid، السائل داخل الخلوي فكيف بتم هذا الفصل بين السوائل اللي ما يصير في عنا؟ الامتزاج بتم هذا الشيء من خلال غشاء الخلية بشكلنا حاجز أو فاصل بين السوائل خارج الخلوية ECF والسوائل داخل الخلية ICF هلأ إذا أي مادة بدأ تدخل لداخل الخلية أو بدأ تطلع من الخلية للخارج رح تكون هاي العملية إذا ما كان في عنا نقطة تفتيش أو حاجز رح تكون هاي العملية عشوائية ورح يكون إلى تبعات سيئة جداً بأداء الوظيفة لذلك لدينا حاجز أو الغشاء cell membrane بنظم عملية التبادل اللي بيحدث على مستوى حاجز الخلية فالتبادل الذي ضمن الخلية بتم تنظيمه من خلال الغشاء الخلية فالوظيفة الثانية للغشاء الخلية هي هو بنظم التبادلات اللي بتصير على مستوى الخلية سواء من خارج الخلية لداخلها أو من داخل الخلية لخارجها أي مادة بدأت تعبر الغشاء الخلية لازم تكون عبورة منظمة وهالتنظيم متهم عن طريق غشاء الخلية الوظيفة الثالثة اللي كلنا نحن منتوقعها هي الكمنيكيشن غشاء الخلية بيسمح لحدوث تواصل بين الخلايا وفي حال كان ما في عنا تواصل بين الخلايا كمان رح يؤدي إلى خلل بالوظيفة فالتواصل جداً مهم بين الخلايا مثل ما أنا إذا ما كان في عنا تواصل هذا الشي رح يمنع من عمل الأنسجة أو الأعضاء ككتلة واحدة فلازم الإشارة اللي بتطلع من الخلية تصل لباقي الخلايا بوقت قصير جداً لكي يعمل العضو ككتلة واحدة الوظيفة الأخيرة اللي بدي نحكي عليها بالنسبة لغشاء الخلية هي الدعم فالغشاء الموجود للخلية هو بقدم لنا دعم إضافي للخلية يقدم بقدم دعم للخلية بما أن تجمع الخلايا بشكل نسيج فإذا كانت الخلية مدعوة بشكل جيد وبالتالي يؤدي إلى دعم النسيج بشكل جيد فهيك بنكون ذكرنا الوظائف الأساسية لغشاء الخلية بيعمل دعم حماية تنظيم تواصل communication بين الخلايا وحاجز فاصل بيمنع امتزاج السائل داخل الخلوي لأن عليه هو ICF عن السائل خارج الخلوي اللي هو ECF طيب نحن حكينا هلأ عن وظيفته فقط وما حكينا عن مكوناته نحن شفنا شكله إنه إله شكل مميز غريب بس هاد شكل من شو بيتألف رح نعرف كل هالتفاصيل structure كبنية بنوجد نظر تشريحية ثم أخذ عينة من غشاء أي خلية موجودة بالجسم وتمت دراستها واكتشفنا إنه غشاء الخلية هو ليس طبقة واحدة مثل ما كانت الصورة من بعيد من بينه وقمنا بالتقريب وهذا منقول عنه دراسة تشريحية مجهرية ذكرنا هذا الموضوع بالمحاضرة الأولى إنه microscopic anatomy اللي منستخدم في optical optical المعدات البصرية فهذا الشيء يعتبر مجهري وليس عياني فنحن أخذنا عينة من الغشاء الخلية ووضعناها على سلايد ودرسناها عن طريق المجهر سواء مجهر ضوئي أو مجهر الكتروني فلاحظنا إنه في تأخذ هذا الشكل الموجود عنا بالصورة إذا نتمعن بهذا الشكل منلاحظ إنه في عنا طبقة وطبقة تانية متكررة بس الطبقة المتكررة ما تكررت بنفس الترتيب هون في عنا رؤوس حمراء بنطلق عليهم heads رؤوس ومن كل رأس في عنا ذيلين طالع منهم tails بنقول عنهم ذيول أو tails نفس الشيء هاي الطبقة الأولى الطبقة التانية منلاحظ عنا ذيول وفي عنا رؤوس بس ترتيب مختلف يعني عنا رأس ذيل ذيل رأس طب بتتوقعوا هذا الشكل اللي أخذه غشاء الخلية هو أخذه نتيجة أوامر أم نتيجة بشكل ذاتي هو أخذ هذا الشكل بعد دراسات وبحث عن الموضوع اللي اكتشفنا إنه هذا الشكل اللي عم ياخده الغشاء الخلية بشكل ذاتي ما في أي حدا عم يجبره إنه تكون الذيول للداخل والرؤوس للخارج ولكن بعد دراسة دراسة السواء الموجودة خارج الخلية ودراسة الرؤوس والذيول كيميائيا وفيزيائيا اكتشفنا إنه الرؤوس إنه هذا الشي ما بصير فيه امتزاج الماء بتبقى بذراته و جزيئاته لحال والزيت نفس الشي حتى إذا تركنا الكأس فترة من الزمن فملاحظ إنه الماء ترسب للأسفل والزيت ترسب تتوضع بالأعلى وهذا الشي السبب نتيجة اختلاف بكثافة الزيت والماء فكثافة الزيت أقل من كثافة الماء نهيك يطفو الزيت على سطح الماء طيب هذا الحكي كله شو له فائدة بهذا الموضوع نتيجة توضع السائل خارج الخلوي الإكسترا سليولر والإنترا سليولر السائل داخل الخلوي تركيبة السوائل تركيبة شبيهة بالماء لذلك المركبات اللي رح تكون على تماس مع هاي السوائل رح تكون مركبات تركيبتها تشبه الماء أيضا والتركيبة المختلفة عن الماء رح تحاول تبعد عن الماء مثل ما هون عنا اللبتز هنا مبعدين عن الماء متحدين مع بعضا فالغشاء الخلية بيتألف من المكون الأساسي اللي إله هو الفسفو الفسفو أو الهيت هنا على تماس مع السوائل لأنه تركيبتهم محبة للماء والتلز اللي هنا اللبتز تركيبتهم كارهة للماء لذلك إنه بيحاولوا يخبوا حالهم بعيدا عن التماس مع الماء ومثل ما لاحظنا أنه هون عنا طبقتين متكررتين فنحنا منقول الميمبرين السل ميمبرين هو عبارة عن باي لاير ميمبرين باي لاير نحنا منقصد فيه طبقتين تمام ما نعطى السل ميمبرين هو عبارة عن فيزيكل باريير يعني هو عبارة عن حاجز مادي موجود نحنا منقدر نلمسه وما نخط وهمي يعني نحنا منقدر نشوفه بالعين بالمجهر الضوئي بيكون موجود حاجز مادي أما بالنسبة لتقسيمات خطوط وهمية نحنا نرسمها لتسهيل الدراسة مثل تقسيمات البطن فهي خطوط وهمية على ما التشريح هن خطلقوه لتسهيل دراسة تشريح البطن أما بالنسبة لهذه الحاجز فهو مو حاجز وهمي هو حاجز مادي باريير ذكرنا أنه هو تجمع ذيل لذيل وليس رأس لرأس أو رأس لذيل يعني أي كلمة عكس تعتبر خاطئة هو ما نو هيد تو تيل ولا هيد تو هيد هو اه ارتباطه تيل تو تيل الرينجمينت هو تجمع ذيل لذيل المكون الأساسي مثل ما ذكرنا هو الفيسفوليبيد موليكولوس جزيئات الفيسفوليبيد فالجزيئات الفيسفوليبيد هي المكون الأساسي لغشاء الخلية وهذا التجمع أو هذا الشكل اللي عم ياخده غشاء الخلية هو تجمع ذاتي ما في أي شيء أمره أنه ياخد هذا الشكل إلا أنه نتيجة تركيبته الفيذائية والكيميائية تركيبة الرؤوس محبة للماء فبتتجه للسوائل وتركيبة الليبيد كارهة للماء فبتحاول تخبي نفسها مع بعض البعض tell to tell الطبقتين الفيسفوليبيد اللي نحنا عم نحكي عنهم هون is composed of two layers هي بتتألف من طبقتين ذاتا نحنا لازم نفهم أنه كلمة buy تعني رقم اثنين باللاتيني فهن two layers of libit طبقتين من طبقتين كل طبقة بتتألف من libit والطبقة والطبقة الثانية هي الرؤوس each layer contains a hydrophobic hydrophobic إنه بيقصده فيه غير محب للماء من الهايدرون هو أي شيء للعلاقة بالماء phobic هو مأخذة من كلمة phobia يعني في عنده رهاب للماء غير محبة للماء water repealing كارهة للماء هذا نحن شو عم نحكي عن كل طبقة نحن في عندنا طبقتين طبقة رؤوس والذيول وطبقة ذيول ورؤوس كل طبقة في عنده زيل و هيدرو فوليك هيدروفوليك هيد هيدروفوليك محب للماء water attracting جاذب للماء فرؤوس جاذبة للماء أو محبة للماء وذيول كارهة للماء كل طبقة بتتألف من هيك نحن ذكرنا انه buy layer عنا طبقتين فطبقة رئس وذيل والطبقة التانية ذيل ورئس الرؤوس محبة للماء هيدروفوليك والذيول كارهة للماء هيدرو طيب هلا بنقول انه الغشاء الخلية كله مية بالمية مكون من فسفوليبد رح يكون جواب لا هو ما بتألف فقط من فسفوليبد الكلسترول بضيف من هاي الحماية والصلابة من من خلال من بيقلل من نفوذية أو من امكانية مرور المواد لداخل الخلية بنا نعتبر الموضوع مثل ما هذكرنا غشاء الخلية هو حاجز تفتيش في عنا البوليس الشرطة موجودين على الحاجز وهنا العبارة عن الفسفوليبد لكن في حال كان الغضاء خطر اكتر فالبوليس رح تطلب دعم من رجال الامن من الرجال الضباط يعني من اكتر من اكتر من مجموعة لحماية الحاجز التفتيش أو حماية الخلية ف رح الكوليسترول فينا نعتبر مثل رجال الامن اللي رح يضيف حماية وصلابة لحاجز التفتيش اللي هو غشاء الخلية هلا بالنسبة الكوليسترول هن مو مرسومين هون بالصورة بس نحنا فينا نتخيل بالرسمة هاي لاحظ هون في عنا هدول الرؤوس وفي عنا الديول اللي ذكرنا عليهم هن بهالفراغات الموجودة بين الرؤوس ممكن نحنا نلاحظ ذرات أو جزئات الكوليسترول إذا في عنا أي فراغ جزئة الكوليسترول بتسد هذا الفراغ مشان ما يكون في عنا أي تسريب أو أي نفوذية فالكوليسترول بتقدم بتعطي صلابة بتعطي صلابة للخلية من خلال كيف بتعطي صلابة بتقلل من النفوذية بتقلل من النفوذية لغشاء الخلية فبوجود الكوليسترول حتى إذا كان في إمكان لدخول مواد بوجود الفسفوليبد فقط لكن بيجي الكوليسترول بيزيد هذا الدعم بيقلل من دخول المواد بشكل عشوائي وبيأكد على أهمية التنظيم باللي دخول المواد فهو لجال الأمن اللي رح تزيد الدعم اللي حاجز التفتيش ليضمن عدم دخول أي مادة إلا بعد حدوث التفتيش الخاص فيها على مستوى غشاء الخلية المركب التالت اللي بيتألف منه غشاء الخلية هو البروتينات أو البروتينات الغشائية membrane proteins هلأ بالنسبة البروتينات الغشائية كمان هي نوع من أنواع الدعم الإضافي لغشاء الخلية ووظائفها زكرنا وظيفة الكوليسترول بشكل أساسي إنه فقط بيقدم الريجدتي بيزيد الصلابة أما بالنسبة البروتينات فوظيفة الأساسية تختلف حسب نوع البروتين أو حسب شكل البروتين ففي عنا بروتينات ناقلة بتنقل المواد اللي حابة تدخل لداخل الخلية أو المواد اللي حابة تخرج إلى خارج الخلية فهو بيساعدها عن نقل إذا كانت المادة صعبة تستطيع بمرور غشاء الخلية فبيجي البروتين الناقل وبيسهل هاي العملية تمام معنات أنه المكون الثالث بالنسبة لغشاء الخلية هو الممبرين البروتينات الغشائية رح نلاحظ أنه في عنا بروتينات داخل الخلية بس هي ثل البروتينات الخلية أما الممبرين هي البروتينات الغشائية هلا الأول شكل تم تصنيف البروتينات وتصنيف وظيفي لأنه بيختلفوا عن بعض الوظيفة اللي رح يقدوها بعض البروتينات إلنا رح تكون ناقلة بعضها رح تكون أنظيمية بعضها رح تشكل قنوات رح نحكي عنا لاحقا فالفونكشن اف ممبرين بروتينات الوظيفة هاي البروتينات الغشائية أول شي عنا وظيفة ناقلة في المواد اللي عنده صعوبة لنتعبر الغشاء ما بتعبر الغشاء بسهولة تحتاج لبروتين ناقل اللي يساعد بالدخول فعندما تقرب هاي المواد للغشاء منلاحظ منلاحظ ان البروتين الناقل البروتيني بيحمل هاي المادة وبينقلها لداخل الخلية فهو يعتبر ناقل transport بيمسك المادة اللي بده تدخل بخلية تتحد معهم وبعدين بينقلها لداخل الخلية اما الشكل الوظيف الاخر للبروتينات الغشاء هي البروتينات الانزيمية او وظيفة انزيمية ذكرنا نحن بالمحاضرة الاولى ان الانزيم وظيفة الاساسية هي تسريع التفاعلات التفاعلات كمئية رح تتم بس اذا ما كان في عندنا انزيمات رح تتم بشكل بطيء لذلك نحن بحاجة لانزيمات تتسرع لنا عملية التفاعل وبنفس الشي البروتينات الانزيمية وظيفتها نفس الفكرة انه هي بتحاول بتسرع من دخول هاي المواد هي ما بتدخل مع المواد لداخل الخلية مثل البروتينات الناقلة هي فقط بتسرع من عملية دخول هذه المواد تمام اما بالنسبة ل بوابات هي بوابة بالنسبة للآيون هي اي ذرة مشحونة الى شحنة ايجابية او سلبية ففي حال رغبة هاي الايونات بالدخول او الفروج من غشاء الخلية هي غير قادرة على العبور لوحدة بده بوابة خاصة فيها لا تقدر تمر عبر الغشاء فمنلاحظ في عنا بوابات هي مخصصة فقط للآيونات هاي البوابات تتشكل فقط للآيونات ووقت ما يكون في عنا ايون منلاحظ هاي البوابات مغلقة لانه هي بتسمح فقط لمرور الآيونات يعني تعتبر مثل خط سريع منفصل ممر مميز يختلف عن باقي المواد هو ممر مميز للآيونات فقط هذا شكل من اشكال البروتينات الوظيفية الموجودة على غشاء الخلية فقلنا بروتين ناقل بيحمل المادة وبدخل وبدخلها معه لداخل الخلية البروتين الانظيمي اللي هو بيسرع من عملية مرور المواد لداخل الخلية البروتينات بتشكل قناة channel هي بتكون بوابة يعني البوابة بيقصد فيها انه بتفتح وبتسكر حسب وجود المادة طالما المادة موجودة في البوابة بتكون مفتوحة المادة غير موجودة منلاحظ ان البوابة تسكرت تمام الوظيفة او الشكل الوظيفي الاخير بالنسبة للبروتين هنه هو الوظيفة الاستقبالية او المستقبلة فينا نعتبره مثل شخص واقف على حاجز التفتيش ومعه لاسلكي هو ما بيتحرك من مكانه فقط بيعطي اشارة لالاجزاء الموجودة داخل الخلية انه هاي المادة موجودة على الغشاء وعنده رغبة بالدخول داخل الخلية هو بينقل الاشارة لداخل الخلية بهذا الامر فقط ما بيتحرك من مكانه مثل transport function transport function بيدخل لداخل الخلية مع المادة اما الريسبتر هو فقط مستقبل هو فقط مرسل للاشارة مرسل للاشارات اللي بتيجي للخلية فهو بيرسله عن طريق طرق تواصل وليس بشكل مباشر مثل transport transport هو بيدخل بشكل مباشر لداخل الخلية اللي يعطي الاشارة اما الريسبتر فقط عن طريق تواصل بيناتهم بدون ما يتحرك من مكانه فهي المكونات الاساسية لغشاء الخلية حكينا عن وظيفته حكينا عن مكوناته كبنية structure انه هو باي لاير ممبرين عبارة عن طبقتين كل طبقة عبارة عن رؤوس هيتز وذيول تيل لكن ارتباطهم مع بعض بيكون تيل تو تيل وهذا الشي self تجمع ذاتي ذكرنا السبب نتيجة انه الرؤوس هي مركبات مكونة من الفسفو فهي مركب محب للماء شبيه بتركيب السوائل موزودة بالECF والICF لذلك بتجتمع معهم اما المركب الذيل فهو كاره للماء غير محب للماء عنده فوبيا من الماء كاره للماء الذيول وبالتالي هو بتجمع مع بعض البعض بعيدا عن السوائل وذكرنا في عنا مركبات اضافية مثل الكوليسترول اللي بيعطينا الصلابة اضافية للخلية والممبرين بروتين هنا البروتينات الغشائية اللي بتاخد اكتر من شكل وظيفي مثل النواقل اللي هو بيستلم المادة من اول ما تدخل نقطة التفتيش بدخلها لداخل الخلية الأنظيم هو اللي بيقوم بتسريع عملية الدخول فقط بيسرع عملية الدخول أما الممر السري أو الممر المميز للايونات فبيتشكل هذا الممر حصراً لمرور الايونات خط سريع بيمر لهم الايونات فقط وبغياب الايونات منلاحظ أنه هذا الخط مغلق والشكل التالي الرابع الوظيفي للبروتينات الغشائية الاستقبال هو بيستقبل المادة وبيرسل إشارات لداخل الخلية بقدوم هاي المادة دون أن يتحرك من المكانه مثل ما ذكرنا أنه كل هاي البروتينات أو النواقل أو المساعدة المستقبلات الموجودة على الخلية هي مستقبلات بروتينية تركيبة الأساسية بروتين هلا هلا بعد ما اطرقنا لموضوع الغشاء الخلية تشريحيا وفيزيولوجيا حكينا عن تركيبته وحكينا عن وظيفته رح ننتقل المركب التاني الموجود في جسم الخلية هو النواقل النواقل الجهاز العصبي الأساسي المحرك للخلية وبالتالي النواقل ستحوي على مكونات مهمة جدا رح نرجع للصورة منلاحظ أن النواقل موجودة بالمركز هي المركز المحرك الأساسي للخلية تحتوي على مركبات مهمة جدا نحن ذكرنا أنه الخلية تحتوي على مركبات مهمة لهيك في عمنا غشاء خلية وقالنا هو طب عم نقول النواقل تحتوي على المركبات لسا أهم من ما موجودة الخلية فكيف رح يتم حماية هاي المكونات كيف ما رح نخلي السائل الموجود ضمن النواق أنه يختلط مع السائل داخل الخلية كيف رح نخلي تنظيم المواد اللي تدخل داخل الخلية داخل النواق دون ما تتأثر الخلية بشكل كامل كل هاي المعلومات رح تصير من خلال طبعا الغشاء نفسه كيف في عنا غشاء محيط بالخلية رح يكون في عنا غشاء محيط بالنواق مثل الميذة الاساسية لهذا الغشاء انه هو غشاء هو متضاعف يعني ما عنه طبقة واحدة لا هو عبارة عن طبقتين وكل طبقات تتألف من طبقتين يعني صار في عنا مجموعة طبقات اربعة طبقات اساسية لحماية النواق من اي اذية فهو دوبول باي لير عنا اربعة رؤوس عنا اربعة ذيول هاي كلها موجودة مو اربعة عفوا حتى عنا ثمانية رؤوس لانه كل طبقة عفوا عنا اربعة رؤوس و اربعة ذيول صحيح لانه بهي الصورة نحنا في عنا طبقتين من الرؤوس طبقتين من الذيول نحنا حكينا انه اضعفت هاي الكمية فصار في عنا اربعة رؤوس واربعة ذيول ف رح نحكي اول شي من موجود نظر تشريحية ماذا تحوي نيكولوس تحوي عنا الدي انا الدي انا هي اختصار لكلمة الحمض النووي الحمض النووي هو المكون الاساسي للخلية وهو اول شي بيبدأ بتشكل اي خلية نحنا بدنا ندرسها بيبدأ تشكلها من خلال الدين ا المكون التاني اللي حكينا عليه هو غشاء الخلية نيكولر ميمبرين غشاء الخلية غشاء النووي وذكرنا انه غشاء النووي نتيجة اهمية محتويات النووي فما كتفينا ب فسفوليبد باي لير عملنا دبل فسفوليبد باي لير غشاء مضاعف من بيتألف من طبقتين كل طبقة هي باي لير فهو دبل باي لير نيكولر ميمبرين الاخير الموجود بالخلية بالنواة هو نيكليولوس نيكليولوس هو النوية وهي المسؤولة بشكل اساسي عن تخليق الريبوزوم مالات يتم تصنيع الريبوزوم ضمن النوية هاي معلومة جدا مهمة نحن لازم نعرف فعندنا المكون الاساسي انه وهو بيكون طبيعته وكتجمع لائلوه هو بيشبه الموجود هون بس الفرق انه في عنا طبقة مضاعفة يعني هن التجمع رئس ديل ديل رئس بعدين مرة تانية بترجع تتكرر هاي الطبقة نفسة المكون التانية حكينا عليه هو الدين ا هو عبارة عن مجموعة جينات تتوضع ضمن النوية هو الحمض النووي الاساسي هي النوية الموجودة ضمن النوة هكينا هي بتقوم بتصنيع المسؤول عن انتاج البروتينات اللي رح نتطرق عليه لاحقا فالريبوزوم بتتم تصنيعه من النوية وبتم تخزينه بالإندوبلاسميك ريتيكيولوم الشبكة السيتوبلازمية فمنلاحظ بيعنا اتصال بين النوة والشبكة السيتوبلازمية وهذا الاتصال يحدث اللي كي يتم نقل الريبوزوم اللي تم تصنيعه من النوية الى الشبكة السيتوبلازمية تمام معناته حكينا عن انه النكيولوس تتضمن الدين النكيولوس النوية اللي هي مسؤولة عن هي مسؤولة عن انتاج وتجميع الريبوزوم وقلنا انه النوة يحيط فيها غشاء نووي او نكيولار ميمبرين والميز الاساسي لقلها انه بيكون كلمال يكون فيه حماية اساسية لغشاء النوة هاي منوشة نظر تشريحية طيب اذا بدل نحكي عن وظيفة النوة انه هي المركز الاساسي لعمل الخلية طب شو الشي الموجود فيها مميز اللي خلاها هي تكون العصبون المحرك الاساسي للخلية هلا رح يحكي عن الغلاف النووي وظيفته هو نفس وفكرة الانشاء الخلية هو بيفصل المكونات النوة عن باقي الخلية من نلاحظ انه غلاف النوة هو غلاف كامل شامل لكل اطراف النوة هو لا يتصر فقط بشكل نصف دائري على الجزء العلوي لا للطرفين من القسم العلوي والقسم السفلي محيط بالنوة بشكل كامل هاي بالنسبة لوظيفة ال نيكولر ممبرين اما بالنسبة لل يعني الجزء الخارجي من نيكولر ممبرين القسم الخارجي من الغلاف وليس كل الغشاء وقسم الخارجي من الغشاء فقط على تواصل مع الشبكة السيتوبلازمية وأن هذا التواصل كرمال العبور الريبوزوم اللي تم تصنيعه من النوة للشبكة السيتوبلازمية ليبدأ القيام بعمله ضمن الشبكة السيتوبلازمية وعمله الأساسي إنتاج البروتين تمام معنا تحكينا عن الغشاء النووي النيكولر ممبرين وضيفته فصل المواد الموجودة ضمن النوة عن المكونات الخلية كافة وقلنا الغشاء الخارجي الأوتر ممبرين بيكون الكونتاكت واتصال مع الشبكة السيتوبلازمية حيث الريبوزوم اللي تم تصنيعه من نيكليولوس اللي قدر يوصل ل الشبكة السيتوبلازمية اللي يبدأ يقوم بعمله بإنتاج البروتينات وطبعا الغشاء ليس فقط لفصل النيكولر ماتيريال عن فرم دريست أو ديسل فعنده وظيفة تانية انه هو بنظم عملية دخول المواد وخروج منها النوا فملاحظ انه في عنا مسامات موجودة على غشاء الخلية مسامات موجودة على غشاء الخلية بتنظم هاي العملية الدخول والخروج بنظم عملية دخول وخروج المواد عن طريق هاي المسامات الموجودة على غشاء النوا طيب نحن نحن ذكرنا وظيفة النكليولوس انه تقوم بانتاج الريبوزوم ذكرنا وظيفة الدبل فسفوليب باي لاير او النكيولر ميمبرين بانه هو بيعمل بيفصل مكونات النوا عن باقي الخلية وإضافة لهذا الشي من خلال المسامات الموجودة على الغشاء بيتم بنظم دخول المواد وخروج طب ما طرقنا لموضوع الDNA مع ان الDNA انه هو الحجر الاساس لتشكل الخلية الآن بالنسبة الDNA هو عبارة عن مجموعة من الجينات وكل جين هو عبارة عن مجموعة من تسلسل الحمود الامينية فتجمع الحمود الامينية مع بعض البعض ضمن رتم معين بنسمي جين تجمع الجينات مع بعض البعض تعطينا الDNA كامل فاذا بدنا نقوم بتكاثر او تمايز الخلايا او بدنا نعرف هاي الخلية هل هي خلية عصبية ام خلية عضلية كيف بتتم هذا الشيء من خلال معرفة الDNA الخاص فيها لانه لانه مكونات الخلية ممكن تتشابه مع بعض البعض ولكن الDNA هو مميز لكل نوع من انواع الخلية نحنا ذكرنا بجسم الانسان في عنا 210 انواع من الخلايا فالDNA هو عبارة عن تجمع من الجينات مجموعة من الجينات واي اذية او خلل سواء كان نقص في احد الجينات او اضافة جين مختلف او حرف حمض اميني حتى هذا الشيء رح يسبب لنا امراض وهاي هي اساس علم امراض الوراثية امراض الوراثية بيكون في عنا خلل على مستوى DNA الخلية فعملية العملية اللي بيعبر فيها DNA عن نوع الخلية التي يحملها منسميها هي gene expression تعبير جيني كيف بتم التعبير الجيني هو اساس لاختلاق او تمايز الخلية اللي نحنا عم ندرس فهو is the process هو عبارة عن عملية بالتم بالجسم في فترة التمايز او في فترة تكاثر الخلايا فمتلاحز ان الDNA هو عبارة عن مجموعة جينات نحنا بناخد الجين جين جزء بسيط بيقدر الDNA يتخلى عنه ويطلع خارج الخلية ويعيد ترتيب نفسه بيعيد نفس التسلسل اللي هو موجود فيه فاذا كان الجين عبارة عن ABC فملاحظ انه هو بتكرر نفس هذا التسلسل لنحصل على دين A كامل ومن ثم يبدأ بتخليق الخلية بشكل كامل بكافة مكوناتها حتى تصبح خلية وظيفية قادرة على ان تقوم بوظائفها فهي العملية فينا نعتبرها مثل بار كود مرسوم ضمن الخلية هو يعبرنا عن وظيفة هاي الخلية ونوع هاي الخلية وكل المعلومات الموجودة فيها فهو بيسجل كل المعلومات الموجودة على شكل بار كود او جينات بيقدر اثناء عملية التكاثر انه يتخلى عن جزء من هذا الجين وهذا الجين بعيد ترتيب نفسه بنفس التسلسل بنفس الترتيب ليحصل نحصل على دين آه كامل ثم يتم ترجمة هاي المعلومات لانتاج خلية فعالة وظيفيا قادرة على ان تقوم بالوظيفة اللي مكتوبة ضمن هاد الجين فهون مكتوب الجين التعبير الجيني هو عبارة عن عملية هي من خلال اخذ معلومات من الجين اللي هو الجزء من الدين آ هي العملية التخليق او التكاثر هاي عملية التخليق رح تعطينا جين تاني نحن ان الجين طلع من الخلية وبلش يتكاثر ويعيد نفسه ليعطينا منتج جيني فعال قادر انه يكون دين آ قادر انه يعطينا خلية هاي عملية تبروديوز لانتاج آ انتاج منتجات نهائية فعالة وظيفيا وذاكرنا إكزام بروتين انه الخلية اللي رح يتم خلقة من هذا الجزء من الجين رح تكون قادرة على ان تقوم بوظيفتها قادرة على خلق المنتجات المفروض انه هي تقوم بانتاجها مثل مركبات البروتين بما انه ذكرنا انه احد وظائف الخلية هي انتاج البروتين مثلا فرح تكون الخلية اللي اخذناها من هذا الجين رح تكون قادرة على ان تقوم بوظائفها على اكمل وجه هتكون قادرة على انتاج البروتينات هتكون قادرة على انتاج الطاقة كلها رح تكون قادرة على القيام به طالما تمت العملية بالشكل الصحيح وتمت تعبير وترجمت هاي المعلومات او الباركود الموجود بالجين بالشكل الصحيح. تمام معناته هي وظيفة الدينا. الدينا هي يتجمع جينات. بيتجمعوا بتسلسل معين. اه هذا التسلسل ممكن انه يفقد جزء منه ويعطيه لخلية جديدة يساهم بعملية التكاثر. فعملية التكاثر رح تنتج عنا اه خلايا فعالة وظيفيا قادرة على ان تقوم بكل الوظائف المفتوضة عليا. تمام. هلا نحن اتطرقنا للسل ميمبرين. اتطرقنا للنكليوس. اه بكل ما فيه من مكونات ووظيفة كل مكون موجود فيه. ضل عنا مركب اه وحيد ما ما حكينا عليه. رح نحكي عليه هلأ اللي هو السايتوبلازم. السايتوبلازمة الموجودة اه بتوين اه الموجودة بين اشاء الخلية والنوة. ذكرنا انه نحن في عنا هو السائل السيتوبلازمي وعننا اورغانيلز للعوضيات او الجذيئات الصلبة. مثل اه الميتو كونديريا. مثل الريبوزوم. مثل اه اه ذكرنا اكتر من الموضوع. اه الانتوبلازميك اه ريتكيولوم. فلو هدول عوضيات موجودة اه ضمن الخلية. الليزوزوم كمان هو من احد العوضيات. منلاحظ هون في عنا سموث اه انتو بلاسميك ريتكيولوم. وهون في عنا اروف اه انتو بلاسميك ريتكيولوم. الفرع بيناتهم منلاحظ حتى بالشكل. هاي تاخد شكل املس. اما هون منلاحظ ان هي تعتبر اخشن. اه الشبكة السيتوبلازمية الخشنة. وهذا الشيء نتيجة اتصالة مع الاوتر من برين. او نيكولر من برين. اه خلاها تاخد هاد الشكل. اه لانه اه الريبوزوم اللي تم تصنيع منه النيكيولوس. اه بنتقل لاله. فبوجود هالحبيبات الصغيرة عطاها شكل اضخم. واخشن من الشبكة السيتوبلازمية الملسا اللي دم اه ضمن ما في عنا رايبوزوم. تمام. فالسيتوبلازم is divided functionality into. هو بيتقسم مظيفيا لقسمين. القسم الاول هو السيتوزول. والقسم التاني هو الورغانيلز. بالنسبة للسيتوزول هو السائل السيتوبلازمي. وبالسائل السيتوبلازمي بيتم عنا تفاعلات كيميائية مختلفة. هو الموقع او المكان اللي بيتم فيه التفاعلات الكيميائية. على مستوى الخلية. اما بالنسبة للورغانيلز فهي عبارة عن وحدات وظيفية. كل اه وحدة وظيفة مختلفة. اه وظيفتها مختلفة عن الباقي الاعضاء. فكل عضو او وضيه. كل اه 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 الى وظيفة خاصة فيها مميزة الى الى. اه هاي التقسيمات للسيتوبلازم بالنسبة اه اه للوظائف. السيتوزول السائل مسئول عن التفاعلات الكيميائية اه 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 سايت اوف مني اه كيميكال رياكشنز مسئول اه موقع او مكان للعديد من التفاعلات الكيميائية. اما الورغانيلز فهي اه الوحدات الوظيفية للخلية. طيب نحنا اطرقنا لا اه وظيفة كم اورغانيلز مثل الرايبوزوم اه الميتا كونديريا وهي الامور. هلا رح يذكرون عدة وظائف لالورغانيل. اه اه اول واحدة هي البروتين اه برودكشن. ونحنا ذكرنا مين اللي بيقوم بانتاج البروتينات. اللي هو الرايبوزوم. هو مسئول عن انتاج البروتينات. الوظيفة التانية المسئولة عنا للعضيات هي الفيسفوليبيد استيرويد اه انتاج اه كمان بيقوم بتخليق الاستيرويد والفيسفوليبيد والليبيد. اه هاي المكونات ضرورية جدا. الفيسفوليبيد هو المكون اساسي لغشاء الخلية. فالسائل العضيات موجودة ضمن الخلية هي بتقوم بانتاج هاي المركبات اللي بتساهم ببناء الخلية. فالعضيات بتقوم الفيسفوليبيد. وغشاء الخلية بيستفيد من اه من هذا المركب. بيقوم بانتاج اه بتكوين نفسه. وايضا اه كمان تركيبته في سفوليبيد. اه الوظيفة التالتة للعضيات الموجودة ضمن الخلية هي تخليق الاتي بي. الاتي بي هي الشكل النهائي للطاقة اللي بتستخدمه الخلية للعمل. مثل اه البانزين اهميته للسيارة اللي عمل السيارات فالاتي بي هو اساسي تخليق الاتي بي ضروري لعمل اه هو المحرك الاساسي لعمل الخلية. بوجود وبعدم وجود الطاقة منلاحظ اه عدم عمل الخلية. الوظيفة الرابعة اللي ممكن تكون للعضيات انه في عنا عضيات مسؤولة عن الدفاع والحماية. نحن انه في عنا عشاء الخلية بيقوم بحماية الخلية. لكن اضافة لذلك في عنا اه عضيات. في حال اه مرور بعض المواد الضارة لداخل الخلية. ففي عنا عضيات مسؤولة عن الحماية او الدفاع. اه الدفاع ضد هاي المواد اللي غير مرغوب فيها ضمن الخلية. او حتى اه عند اه اه طرح الفضلات بعد القيام باي وظيفة في الجسم ينتج عنا اه منتجات فضلات. هاي الفضلات لازم يتم طرحها عن طريق اه الخلية. فهاي العضيات الى دور اه بالمحافظة على اه التوازن والخلية بالمركبات الموجودة فيها وتخلصها من الفضلات. اه اللي لازم تتخلص منا. اضافة لفكرة الدفاع انه احيانا الجسم نحنا بنعرف المرض المناعي الذاتي. هو بيكون نتيجة اه خلل على مستوى الخلية. اه والجهاز المناعي نفس الوقت. انه الجهاز المناعي بيعتبر الخلية الموجودة بالجسم انه هي خلية غريبة. وبيهاجمها مثل مهاجمته لأي فيروس او اي جرثوم بيدخل للخلية. فهذا الشي اه 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 رح يؤدي لتاكل هاي الخلايا ووفاته. فاذا ما كان في عنا آلية دفاع جيدة. اه رح يكون المرض المناعي الذاتي القهبة تبعه او امكانية حدوثه اعلى. لانه ما عنا آلية دفاع. ما في عنا اه اه حماية للخلية. مشان هيك نحن لازم يكون في عنا آلية دفاع كرمال اي مادة اه او اي اشارة بتصل للخلية يتم دراستها بشكل صحيح ومنظم. وفي حال كانت هاي الاشارة غير مرغوب فيها يتم الدفاع اه دفاع الخلية عن نفسها وتقوم برفض هاي المادة. المظيفة الاخيرة بالنسبة العضيات هي التخزين. بتم تخزين المواد. اه مثل بتم تخزين الطاقة. بتم تخزين الماء. بتم تخزين السكر. اه اي مادة الخلية ممكن تحتاجها لعملها. فبيتم اه وضعها ضمن مخازن. اه طبعا الفائد منها بتم وضعها ضمن مخازن. اه في حال الحاجة لالها مباشرة للاقيها ضمن المخزن. فالمغذي المغذيات الماء او اي مركب ممكن تحتاج الخلية. مشان اه يتم اه توفيره بشكل سريع. اه وهاي المخازن بتكون موجودة اه نوع من الانواع الموجودة ضمن الخلية. فهيك نحنا منكون حكينا عن غشاء الخلية. منكون حكينا عن سوى السايتوزول اللي بتم فيه التفاعلات الكميكال اه ري اكشن اه او ارغينيز اللي ممكن تكون تحمل اكثر من وظيفة. وذكرنا ممكن اه امثلة عن الوظائف اللي بتكون فيها ارغينيز. اضافة لا اه النواة النكولر اه كيف بتتم اه وظيفته للنكولر للنواة بشكل الاساسي. وآآ مما تتكون ايضا ذكرنا انه المكون الاساسي للخلية هو 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 بداية آآ الخلق. هي بداية آآ آآ اي مرحلة من المراحل التخليق هو الدي اي انا. تمام. هلأ موضوع آآ اتصال الخلية مع بعض البعض راح نحكي فيه بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. آآ بتمنى منكم انه المحاضرة الاولى والمحاضرة التانية تحاولوا آآ تطلوا عليهم وتركزوا عن مصطلحات المذكورة فيها واي معلومة او اي استفسار عن المعلومات اللي ذكرناهم بامكانكم تتواصلوا معي مباشرة وان شاء الله راح يجيب على كل استفساراتكم. ويعطيكم الف عافية ويسعد اواتكم يا رب. السلام عليكم.